قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري من رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس بالطرقات قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتهى الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم والحديث ذا جمع حديث مهم جداً وذلك لأمور الأمر الأول أن هذا الإسلام شامل لجميع ما يصلح العباد في دنياهم في دنياهم وفي أخراهم أي شيء بيدخل فيه وبيدخل فيه للإصلاح وللخير ولدفع الشر لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى في المجلد الثامن وهو القدر كتاب القدر قال رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل لتحقيق المصالح ولدفع المضار أو تقليلها أو كما قال رحمه الله تعالى في الجزء التامن وقونا شيخ مزمّل حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا موضوع المصالح والمفاسد جزاء الله خير فصل فيه وبيّن فيه فهذا الدين شامل لجميع جوانب الحياة حتى في الطريق لأنه في شفتة أمس مجموعة شفتة بنات وأولاد وفي موزيع كذف إشبهزات البنات جايبينو ديل بكرة إن شاء الله بنجم لك نجام شديد والله نعنا ما في مدافع يعني شغال بها بعض إخواننا في مدافع بكرة الدبابات تشت والمدافع بنمرك كلها إن شاء الله والله الذي لا إلى غيره ننجم لك عديم الشنب وبديك اندا ننجم لك لما وشو يحمر إن شاء الله والله يلمنا بك أنت تعال لنا في ركن ولا أفتح لنا فرصة مع البنات ديل ترأوا نحن أوم نقعد كهربتنا عالي بتحرك تش لكن إنت أنت ترأوا ويت براك كذي كذي الزول لخلوله بكرة إن شاء الله هناك حاجات لخصنا له أقول لك كيف أخي الزول لما موضوع طويل لكن أنا جايق في الموضوع الثاني اللي هو إنه الدين ده جماعة شامل والدين ده مريح ولا ممريح أسهل تمام مرتاحين راحة شديدة أخماكلين وشاربين وتونسين والزوجين وبأطفال وسواسي وحاجات كثيرة جدا وما فيش مرتاحين راقبين عربات ونضحك نتونس نشتغل وماشيين وصلاة وعبادة وراحة كاملة جدا والله نجي نخط رأسنا أسهلنا نخطيط رأسي طوالي بنوم بس أخط كذي بنوم طوالي مرات يلحقوك المخد بعد تون لأنه مرتاحين ما فيش ذات تفكير كثير والحفلة بكرة والفنان بدأخر ما فيه فنان برانا مجيهنا شاء ولذلك تدين دجامل مرتاحين جدا قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أسهل الله يجعلنا من هؤلاء وأن يتغمدنا برحمته فديا جماعة وكفة الوقفة التانية أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حق الطريق في أربعة أمور الأمر الأول قال غض البصر الزولي غض بصر البصر ودي نعمة عظيمة قال الله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا كما في سورة الإسراء وقال الله تعالى في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون وقال الله تعالى في سورة الأنعام قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به فذي نعمة عظيمة يا جماعة إنك التاسي شايف شايف بتمشي وبتجي وبتنظر في ناس كتار عميانين طالما الله اداك النعمة أشكر الله عليها اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور من الشكر أن تصرف وأن تستعمل هذه النعمة في طاعة الله تعالى وأن لا تستعملها وأن لا تستعملها في معصية الله سبحانه وتعالى يعني بدل تحضر مسسلات وتحضر في الأفلام ودعايل للبنات وتركب المواصلات تتلفت ونظر للحرام بل الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر بوّب بابا قال باب تحريم النظر إلى الولد الأمرد يشف عزاته ما دعايل له خلي البنات يشف عزاته وقال لك ما دعايل له ديل في السودان ما معروف لكن المهم بس تغد بصرك يعني من الشر يعني تغد بصرك من الشر أنا وريتك تغد بصرك من الشر يعني ولذلك يا جماعة إنسان يغض بل ويغض بصره هذا بالعموم حتى مما يضره في قلبي قال الله تعالى وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وقال تعالى وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضُ فإن تفي أشياء ما دعايل لها كثير أي شيء بيازاك في القلب ده في الدين ما دعايل له غض بصرك منه وتملأ هذا البصر بالنظر في كتاب الله سبحانه وتعالى أسأل الله لما نسألك مني يوم القيامة وتقول لي وانا كنت بعائل للمصحف وبعائل للقرآن وبساهر في العلم وتبكي من خشية الله سبحانه وتعالى وهكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى واللذة التي تعقب ألم غض البصر أعظم من اللذة التي تأتي بإطلاق البصر يعني قال لك أنت لمن تطلق بصرك ده بتجيك لذة معا أنت للبيت وقعدت تتخيل وخواطر وسوت له صورة تشعة وغيرها بعدين أنت عاينت أنت قد تتلذذ لكن لو غضيت البصر في البداية بتدعب بجي كلام لكن بعد الألم ده والبيت تمش وإنت مشيد بعد فراحة بتجي في القلب الراحة دي أعظم من الراحة واللذة بتلقى في شنو؟ في النظر ودف الدنيا والقلب زاته بكون مرتاح قال الله تعالى قل للمؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون فيتدغض البصر بتكون مرتاح وأي زول بغض بصره وهو على التوحيد والاستقامة ده دليل على قوة إيمانه والله يجمر أي زول تلقى غض بصره ده زول إيمانه قوي من علامة قوة الإيمان يعني لكن مجرد ما يطرق البصر معناه الزول لشنو؟ ده نوع من ضعف الإيمان كيف نوع من ضعف الإيمان؟ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص من المعصية واحد اثنين لأنه جماعة الخلق نساء الدنيا دي هو الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الحور العين وقال لك ديلك أجمل من شنو؟ من ديل أنت لو إيمانك قوي كان خليت النظر لديل عشان شنو؟ عشان ديلك وجاءك تضغط البصر والطرف وتتق الله سبحانه وتعالى وتصبر ومن المعينات الدعاء وقيام الليل أي زول يصلي بالليل ويقوم قبل الفجر ويركع لله يركع ويسجد ويدعو ويبكي ويتضرع ويتدبر ويتفكر في السماوات وفي الأرض ويستأنس بربي ده لما تطلع الشمس ما بلغ بيت لأنه في الظلم الزل عبد الله سبحانه وتعالى وفي وقت النوم ترك النوم لله سبحانه وتعالى فالله بوفقه جل وعلا دي مسألة الثانية قال ورد السلام لمنزول سلم إنت ترد وترد كما قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها أول شيء بأحسن منها ما قدرت أو ردوها السلام عليكم إنت تقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير لك مجد السلام عليكم في أمامك قاعدين في الشارع واحدين تقول للسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بتما ليروح براه واللي تلقاه تقول للسلام عليكم ولك مرحب لدي مياها وأهلا وكذا وكذا دي كلها مياها وصباح الخير وكيف ته ترد السلام بأفضل منه بأفضل والأفضل السنة الأفضل السنة وتحرم البدع فلذلك يا جماعة دي مسألة وفي ناس بتهجر لابتسلم عليهم لا بينك وبين سلام وليش ودي المعروفين الزل المعاند في المعصية كما ذكر ابن باز رحمه الله تعالى الإمام ابن باز في الفتاوى في فتاوى في الجزو الرابع العاصي تهجره إلا إذا كان في عدم هجره ما هو أفضل مما يترتب على هجره لابن نسبة للعاصي والمبتدع كذلك تهجره ذو المبتدع يبدعه بضلالات أو عنده تحذب وتدل أدلة والبراهين وهو يصر ده إذا في حالة زي دي شنو تهجر أضيع ذمناك معه الله أنا وقال لقيت واحد من أخواننا نحسبه من أخواننا لفاضل نحسبه والله حسيبه في سوقه مدرمان قال ليه نزل كل مرة بناغشه الحزبين دي في النهاية قال ليه سبقيت بهجر والله قال ليه ارتحت ذاته قلبي ده مرتاح قال ليه تمشي تسبح وتستغفر وتقرى القرآن ناس الدين ده ما بعظمه كثير والله يا جمع لأنه زول إذا بقول إذا زول بقول بسب الصحابة ويطعم في معاوية رضي الله عنه وكذا وكذا ويتكلم في الوزير ويرود عليه يقول هذا الرد على معالي الوزير ويهتر بالوزير انت ما اسمع تديل يا وزير وما اسمع تديل وكذا وكذا ويزكي علي حسن الحلبي الحلبي ده جماعة لغبه في ناس كتبوا لنا واحدين تحد قالوا عندكم عنصرية حلبي ده لغبه يعني ما عشق له وأشياء كثيرة جدا ويزكي المركز العام ويثني على وما قالنا من المركز العام قالنا المركز العام ذاته المركز العام ذاته هو ذاته تاني دار شنوية وده غير الكذب والبتر في النقولات والحقد الظاهر والتخبط وغير الأشياء التانية وسوء الخلق أشياء كثيرة جدا بعد ذلك وتلقاه قاعد بارك له بسمع له والله الذي لا إلى غير بسمع له وتلقي جادل عنه ودافع عنه بالباطل واحد اطلع المنبر اتكلم في الحاكم ويقول له وزير المالية استقيل يا وزير المالية استقيل ويثني على كتاب الضلال سيد قطب كتاب مليء بالضلال والانحراف وا 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 الاخر انايب رئيس الجماعة الحزبية وضلالات وانحرافات كثيرة جدا جماعة النازل امرهم بيقى واضح والله الذي لا إلى غير امرهم بيقى بي واضح لما انبقوا كثير منهم لما انلاقونا يقولوا والله عارفين شيخنا ذا الغلطانين هس دي مرحلة ذات عارفين نهم غلطانين لكن بس يعني ما تزغطون مرة واحد ما وقعوا مرة واحد يطرى بيزة فيها اربعة كرعين كسروا تلاتة وقعت بيهم بيجاينا سوجنه ونازلتوا قال ما بيصبوا ذاتوا ما قدرنا نصب نعمل لهم شو نعم وقعت عديل يتجيب لك تلاتة كرعين سبت الشغل يطلعهم فوق تاني كانت تطقهم مروحة كان الله وفقهم بطريقتهم كانوا الله وفقهم خلال تطقتهم مروحة مروحة دي حاجة تاني أخونا حسين قال مصاعة بس وموضوع طويل جدا الناس الحزبين دي ما تضيع معاهم ولا لحظة ولا دقيقة وهجرون والله الذي لا إلى غير ناس غريبين يا أخ مرة واحد اسماعيل عثمان يا أخ مرة يمشي بيغادي لناس أنصار المهدي يجي بيجاي يمشي لإخوان المسلمين وتقارب معاهم بيغادي للصوفية شغل هذه جوطوا جوطة جوطة تاني ما بتتلم إذا يزوج شغل لك وريك شغال طلبة والموية كسرت وكسرت بالجنبات شت بيقاي لاحقة بيجاي كسرت بيجاي ولاحقة بيجاي ومشت بيغادي ما شفتها كسرت لأننا نعمل نقع نتزلق هنا ولا ننزح بعيد ما كسروا براهم يا أخ لما نصلحوا النازل كانت وما سمعناهم يوم من الدهر عليك الله تسمعته واحد يتراجع الألباني يا أخ بيقول حديث كذا وأنا متراجع في حكمي عليه بكذا لأنه ظهرت لي كذا وكذا وكذا من الأمور الألباني جبل ديل ما سمعنا واحد يتراجع أنت لاقاك واحد بس كذي تراجع ما فيه وتناقضات غريبة جدا واحد قال لي أنتو شلت العرش برا مرة واحد خليتها فاضية سايق قال ما أقوله وزول بيقع في الصحابة بيتخلوه نحن نقع في ديل المنون واحد وقع في الصحابة ونقع فيهم بالحق ما بالباطل أنت تستحذر وتضايق فديلها جماعة ما تضيعوا زمنكم منهم والله معاهم ولي شيء وبعدين ترد السلام على عامة المسلمين وكذا أما ذا قال لك لا تلقى مبتدعاً متزندقاً إلا بعبسة مالك الغضباني جاءك حزبي من بعيد أدي صرّة كذلك لما نعرف حاج أدي صرّة طوالي واحد من أخواننا اسمه التاج قال لي المجرم داك بتاع الفتحاب جانير قال لي ناغشت وقلت له يا الشيخ إنت ذو الشيخنا لكن لقيت له ما قاعدت عليك وقلت يطقطق والشغل دي وسوّدوها والشغل دي كيف وقلامك دا لقيت مخالف العلم التاج قال لي تبقي دا عصباً ولا شنو شبه الزول قال لي نهرني في محل الدكان بتاعي بتاع التمر لما مركت له من الدكان خليته قاعد قال لي جيت الزول الجمي قال لي دا هو شيخ شيخ كذلك قال لي تقبل الزول فك الشغل فكاه بس شوف شوف رحمة الله سبحانه وتعال فكاه بعد شوية عرف خطورة مسألة الصحابة وعرف الأشياء التاني عرف الخطورة السيامس لقيته قال لي يا ذو العمك ما جاء قال لي هناك عندنا قريبنا قال لي جمه في جبل المحلات ديك قال لي ببيع التمر مش هتلي لقي دا عمك جاه دار له تمر قلت له دا بسيب الصحابة ما تديه قدامه الله ما تديه طوال تزل هنا تجفتها تعال التمر يزلك تعال القطمير يزلك تعال المسماصة بتاعت التمر جزاء الله خير يتعال التمر أنا متكيف منه جدا هناك الله شوى الناس وبلاوي كثيرة جدا أنا ما ظهر ضيع زمنك لكن نازل ما ناس حق والله نحن هنا نضعم في النيات لكن ما يظهر للإنسان يعني ما ظهر لنا الزولة الدائرة الحق دا يا جماعة برجع للدليل نحن الليلة بكرت إلى واحد فينا ضل تترك لله سبحانه وتعالى والله الذي رفع السماء أميس مشيت الجوازات بتاعت السجانة هنا مشيت لقيت واحد من أخواننا الله يحفظه جمعنا السعودية قال لي أنا ما شفت الناس ديل وإخواننا ديل وكذا قال لي ما شفت الطريق اسمه شمس الدين قال لي لقيت عمك ضحوية قال لي لقيت راكب في البكسي ورا قلت لي إنت ضحوية قال لي أنا ذاته يهو ذاته سألني من كم نفر كيف شيخ مزمم قال لي تمام كان فترات وكيف هو بكر وكيف شعب وكيف فلان وفلان سألني من واحد مشى باب الرغية مرقب غاضي المهم عنده يعني كذبات يعني ما ضيع زمن سألني منه قال لي والله أزول لما تردم يا أخوان شمس الدين أزول لما تردم الأخبت يا أخواننا مشت له وشنو وشنو لا قال لي وكيف فارق الحق يا أخوان ما أفضاع إليه شوف البعض والله تكيفت منه من جوة قال بالزولدة أنا والله ما ذكرت القصة إليه الموقف ده شوف الزولدة وقت متكيف منه قال لي وين فلان وكذا 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 قلت لزول يا أخوان ما لخبت قال كذا وكذا يا أخوان قال لي يمشو والله في الحق بس واصل لخبت زيح طوال والله يا معود الدين كذي نزال الله لنا ولكم الثبات ما تدعى لقو بيش ده درب الجنة زول مشى معاك في الدرب ده الحمد لله زول لخبت مشى بيغادي ومشى بيغادي أرمي للحبل قل لا قل هدى بيد الله تعال اركب الدرب وما حقنا وما تابع عليه جماعة درب ده كتاب سنة وما كان عليه الصحابة ولا عندنا حزب ولا طايفة ولا شايف نفسنا نحن شخصيا كذي بنخش الجنة احتبأ أمر الله وبيد الله سبحانه وتعالى وقد نكون من أول من تسعر بهم النار نسأل الله لنا ولكم الرحمة ونمشي وكذا وكذا لكن في النهاية الناس تشق الدرب وتصبر تقول يا خرح الحق قبل الحمد لله ما قبل امش مجتمع دا دائر مجتمع دا دائر شي كتير قال وكف الأذى والأذى باختصار في الطريق وفي غير الطريق أحيانا يكون الأذى بالجسد وأحيانا يكون الأذى باللسان بيزول بياذاك بجسد أو بياذاك في جسدك أو في مالك وبعضهم يؤذيك بلسانه لن يضروكم إلا شنو أذى بياذاك باللسانه يعني بطعنك زين النبس دا بتاع عصباجية وجامية ومداخلة وشنو أبعرف وجماعة اللاماب وجماعة إيه وداك يمرق في السعودية لابس ليش الراب ببيض وخالف خاتك راعه قول دا عنده غرفة خاصة وانت إن شفت غرفته تقول الله يعينه معقول يا أغي وبلاوي كثيرة جدا الله يوفقنا ما أولاء الحقد الحسد أسأل الله يعاملهم بعدله سبحانه وتعالى في التمضيع زمن الكثير مات هذا الناس لا باللسان ولا بشنو بالبدن بالجسد ولا تؤذيهم في أموالهم ولا في أعراضهم واتق الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وده ما يمنعك تبين الحق من الباطل زل الجبل باطل دا ترود عليه وده تؤجر عليه عند الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت النية وأصبت الحق المسألة الرابعة والأخيرة قالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم ذا جماعة محتاجة والله الذي لا إلى غير شد الحوجة وحتى نحن الذين نقول بأننا من السلفين وأننا 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 نحتاج إلى التذكير زل الجماعة بحتاج يذكروه بالعبادة خليه من العبادة من الصلاة النافلة الضحى وكذا وقيام الليل ومن القرآن ومن التسبيح أنت مرات تكون راكب مع أخوانك ماشين رحلة دعوية ساعتين الناس يكونوا ساكتين ساي بالقزاء ممكن تذكرون أو يذكروك أخوانك يقول لها جماعة الناس تسبح والناس استغفر والناس الدعوة كذا والناس تلطف بالناس والناس تكون شريسة وقوية على أهل الباطل والدعوة وكذا والناس متمل والناس تتحمل والناس تصبر قال الله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر في تذكر الناس وتذكر الجهلة وتبين لهم كثير من الأماكن عندها أخوي شقيقي بسوقه سحاب بسافره يشيلوا العربات للخسران يودوها المحلة قال لي ما شئنا حلفة جئنا بمقابر قال في قبة قال دخلنا بنات قال لي والله يجي الداخل معاه صاحب صاحب قال لي دخلت القبة قال لي تلبت مرأ ومعاه بيت أول مين بيت قال قلت لها يا أخي اتبذل تدعو ذا زول ميت الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صيح مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء قال لي لو سجدت لي الله ودعيت الله وما دعيت ذيل أنت بتكوني أقرب ما تكوني إلى الله سبحانه وتعال قال لي والله مرأت بر القبة قالت لي والله أول مرأس مع حديث ذا بالله قال لي من نسجد من نسجد من نسجد من نسجد وكذا قال لي قال لي هذا حديث قال لي والله مرأت ويأت لعلك الله ما تقدمنا معاكم بس حابت توصلنا كذي على البلد والله وهو شيئا كثيرة جدا بس لو لما فيها عمك ذاك أبو عزر ذاك كان يمكن شوت ذاته والله الذي لا إلى غيره لا يعذر بالجهل ويت ذاتك والشغلة طويلة جدا ولذلك الناز يا جماعة تبصر شباب كتار والله يبستغيم ويعرف السنة معانا في السوق شباب يا أخ كمية واحد يجيك ويقول لك عندي سؤال في نص السوق واحد يوقف ركشته يقول لك عندي سؤال وانحن مساكين والله زي ما قال الشيخ مقبل لا نسوى بصل لكن في نايب يشوفوا شكلنا ويعتبرون وكذا 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 بيجوا يسألوك يبقى الواحد والدناير ده ما شئنا واحد تاجر ياخد وقف الشغلة ووقفه الناير واحد دعونا الله ما ذهر منه أي شيء زوال أخونا الله يتقبل لها قانا جانا قال اتفضل يا عالم طلعنا أنا عالم ذاته ما أقول أنا عالم يا جماعة أستعليق الله أنا عالم ده وشي عالم ده ولذلك كله في النار وكله الناس طلاب علم وفي الطلاب صغار جدا لكن في النهاية الناس يشوفوا كذب التبلغ الدين ما تسكت عند الخير كثير يرسي في شباب قاعدين في الشوارع رايح لون الدرب في الموية يهبشوا بيجايغون اللي قوك يضب ساي ما مشكلة والمشكلة وكذا واكتب لي حجيب من مرض الحبيب وهو سويلي وهناي وليقواها فارغة ساي وحرام القلوب طلب وكذا ما لقواها جايتها ساي هبشوا بيجاي القورة اللي قواها الليلة يغلبوا بكرة يغلبون معتاني حزنوا بفرحانين هبشوا بيجاي البنكو ده خلاهم اللاففين ساي يشوف التاكسي يتخيلوا دحش يقول له هرت هرت وما قالوا ما البنكو لقبطنا راسه إذكر يبقى يدقى في الشارع سبعة ثمانية جربوا جربوا لو دوكو شتين وضمان قفلوا عمية كلها لخبتوا في النهال يقول ان الدر يبدأ شنو مزدود إدت عندك الحل شاب ده براحت قاعدوا كذا قل لي إدت الخلق كمون الله سبحانه وتعالي ابقى راحتك دي بيوريك لها الله سبحانه وتعالي هو البملكة لله المثل الأعلى زي زود صنع له جهاز الصنع ده بيكتب له كتلوج معاه شغلوا كذي وافتحوا ده كذي والعناء اللحمر السير ركبون والله سوى كذا وكذا وكذا تمام ممكن تغالت الصنع لله المثل الأعلى الله الخلق كيبقى سعادتك دي هو يعلمها سبحانه وتعالي وهو الذي يملكها وره والدرب كونه جماعة زولك بين يدي الله يكبر الله أكبر ويخشع لله ويتفكر في ملكوت الله سبحانه وتعالى وأن فوق هذه السماوات وفوق العرش رب عظيم وأنه مطلع عليه وأنه غفور وأنه رحمن وأنه رحيم وأنه يقبله ويسبح ويتقرب إلى الله وكذا بحيث بيسعادة وراحة يقرأ القرآن بصوت ندي ويدبر فيه ويقرأ القصص التي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الراحة في طاعة الله بيّن للناس الحق من الباطل ناس معلقين حجبات ورّون الشرك بالله سبحانه وتعالى تعليق الحجبات ده شرك ناس بيمشوا لدجالين ورّون إنه دهل دجاج لزاي والله ناس تلقاهم بيمشوا لواحدين تانين بغادي دارين جنة ورّون الحق من الباطل الناس كتار جهل والله الذي لا إله غيره كثير من خلق الله لا يعلم حق الله سبحانه وتعالى ما عارف هسي كان مسكته قلت له حق الله عليك شنو قلت لك والله غايت تتراهوا قاعدين نصلي لا غير الصلاة في شنو غير الصلاة الحياة التانية شن وما عارف وممكن إنت توري بقى أفضل منك ذاته فإنت تجتهدها جماعة في الطاعة وتبلغ دعوة الله وعددكم ده أنا دي كلمة أختم بها والله ما ساهل والله ما شاء الله كثير توعديل اللهم بارك والله يثبتنا وإياكم يقول لكم ما دام على التوحيد والسنة أخوانا يقول لكم ما بواحد يكون قاعد في النص ما عنده هناك ولا كذيزة يقول لا لا إنت ذاتك أخون والله أخون من جوة قلب ويمكن عند الله أفضل منه لكن برضو تطبق وكله أمور بتمش إن شاء الله بس يتبلغ الدين وانشروا بين الناس وعارف إنه دي قضيتك السنة والتوحيد والدين ده دي قضيتك إتا دي ما جماعة ولا حزب ولا في تسجيل أسف زول حصل يوم سجلي زولة جماعة واخواننا ذي لنا عارفون سنين سنين كذا أمسك ده ولا أمسك ده ولا أمسك ده قل لا أذكر اسم التاني ده رباعي قل لا أذكره رباعي ما يقدر لكن في النهاية أخوان في الله سبحانه الله نتلاق ونضحك ونمشي ونجي ونبلغ دين الله ونصبر على وكذا ونتعاون على البر والتقوى الناس تمشي يا جماعة تشوق الدرب وتبلغ الدين وكذا وترسل المحاضرات لبقية الإخوان وبقية الناس وقد زول يسمع كلمة يستقيم على الدين وقد يسمع الليلة يبغضك بكرة الله يشرح صدره وكثير من الناس بيتصل بيقول ما تسكتوا ده هو بيسمع له تاني سكتوه وما قادر يخليه يعني هم الضائق منه وما قادر شنو يخليه في النهاية براه وكان فيه خير الشغل هذه بتمش كلها إن شاء الله وبشوق الدرب فالناس تبلغ الدعوة ما بيعددكم ده والله يزيدكم وفقهم الناس أي واحد الله قدروا هل بيقدر يقف في المساجد بلغ التوحيد الله واحد دي القضية دي اللي بتصلح البلد وتصلح القبر جوه وتصلح الآخرة بفضل الله وبرحمته سبحانه وتعالى إنه الله واحد وتتبعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وتفصل لهم الله واحد تفصل لهم الدعا والعبادة لله وحده وكذا وكذا والناس تنشر الدعوة بين المسلمين جزاكم الله خير ما أنا والله دار ودار ونسوا الناس زياله جبت ليا حاجات كثيرة لكن شنو جزاك الله خير يا عمو لكن حسين دا قال النازل عندهم ترحيل وكان مشه الشغالي دي في تيوت النازل تاني ومن أليم فيهم كان مرجعوا بقرعيهم بنبزونا والشوارع كثيرة لكن طلبك دي إن شاء الله مقبول المرة الجاية إن شاء الله نجي والناس تحتسب معانا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر